كابتل علي وانت بتلعب كرة في الحرجعتين بقى الحتة الصغارة المهمة جدا وانت بتلعب كرة الكوتش في الشارع مين اول مدرب شافك وقالك انت خلاص دخلت الناشئين عندناك في نادي الاسماعيل كان رحمة الله عليه الكابتل علي عمر علي عمر ده كان مدرب الفريق لما نزل درجة تانية 57-58 كان هو مدرب الفريق لما نزل لشي تقال غيرت ما صعب بهم هو عينه عليك من بره لا زي ما قلت فيه بيحصل تجمعات بيتفرجوا فهو جاه في تجمعهم منهم شافني وكلمني بعد كان سنك كم سنة 12-13 سنة 12-13 سنة يعني دخلت النادي الاسماعيل وسنك 13 سنة بس فروحت النادي بقى رحت النادي على على غير رغبتي في الاول غير رغبتك اه ما اللي انت كنت عاوز تروح فيه انا كنت عايز روح القناة مع بقية العيلة مع سيدة ابو جريشة رحمة العليه وصلاح ابو جريشة مع اخويا فروح ويني نصحك تروح الاسماعيل هو مرحوم صلاح مرحوم صلاح الله يرحب قال له انا كده لا انا كده عايز تلعب كورة روح الاسماعيل روح الاسماعيل شافني في قناة شافني بتمرد فانا داني قال لي تعمل ايه اه قلت له قال لي لا عايز تلعب كورة روح الاسماعيل بعد ما خدك كابتن سيد علي عمر وشافك تلعب كورة ودخلت الناشئين لعبت تحت سنة كم سنة تقريبا كابتن علي كان مفيش اول حاجة كان سبعتاشر وانا كنت صغير على سبعتاشر يعني ما كنت يعني ما بلعبش يعني كنت احكي السواء كان بيؤهلك انك تلعب سنة اكبر من سنة لعبت بس بعد المشكل للمشكلة لعبت بعد المشكلة لاني برضو كانت بسمي قليل وانت لسبعتاشر يعني طبعا في لعبة اقوى منك واسرع منك وكده هل لقيت فرق بين كورة الكويتش الصغيرة وكورة الكبيرة وانت بتلعب بها اه طبعا في البداية في البداية في البداية تغلبت عليها ازاي لكن الاساس انا عايز اقولها كابتن مصطفى هو انت لما تتحكي من نوردها في كورة صغيرة بس هتتحكي في كورة كبيرة يبا هتتحكي في كورة كبيرة اكيد بس من الشارع من الشارع وانا معروف في الشارع ان انا بلعب بدماغي يعني كنت وقف عند جول المنافس جول يمسك كارو حدفالي جول بتكي بس من بدري وكنا بنلعب الحيث زي ما قلت كورة بتنميها وكان تحدي ان نخلي كورة فوق قد ايه يعني المهارة دي محتاجة تنميها كابتن علي هي كاته مصطفى انا بتهيقلي ان معظم اللعيبة هي بتروح اصلا بالمهارة بتاعتها خيوة ببالك مفيش والان ده بتنميها مفيش مفيش مدربي يقولك انا صناعة العيب لا لا مفيش مدربي يقولك انا خليت مهاراته عالية لا اللعيب عنده المهارة لكن انت بتسقلها في الملعب بقى من المدرب في مدرب عن مدرب المدرب دوره هنا يسقل المهارة المدرب دوره هنا التوظيف ينمي كمان المهارة ويوظفك انت ممكن تبقى مقتنع بلعيب معين عايز تلعب زيه وانت عندك مهارات في مكان تاني افضل نعم فتبص تلاقي المدرب الناصح يوم يحطك في المكان الافضل ويامل عيبة زمان لعبة مثلا هاني اول ما لعب ورح يعبنا ديله صح وينجرايت ولعب وينجرايت وينجرايت وبعدين بقى احسن بك شمال في افرق انا كنت بالعب راس حربة الزب وجي الله رحمه وكابت نحن مكاوي قال انت هتلعب وينجرايت في الحتة دي وبحدها اعادك رغم كان فيه كان فيه ابراهيم عبدالصمد في عمر عبدالله وفي عبدالرحيم خليل والكابتن سيد عبدالله كان فيه نجوم كتيرة جدا موجودة انما الكلامك صح في ايه ان المدرب ازاي يوظف اللعين يوظف فاكر الصورة دي يا كابتن عليك اه فهو دي ما تنسيش انا بقى كنت قاعد فوق المقصورة انا والدكتور حسان بدراوي دي ما تنسيش طبعا لان انت في يوم كان يهم مصر كلها دي حقيقة كانش يهم الاسمعيك بس لا 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 وخلي بالك كابتن مصطفى انه ما كانش فيه دوري ايوه والناس مطعب تشعر بسبعة وستين وكان الحالا الاهمية الاهمية البطولة دي ان كانت الحالة المعنوية للبلد مش فيه احسن حالتها مزبور وكانت ظروف يعني مش حلوة فكان الناس والجمهور وكله على فكرة دي فرقة من اقوى ما يمكن اوه هتقول لي طبعا دي لا لا ابنها عشر مرات بقولها هتكزبني تسعة مزيمبي دي لا دي دلوقتي مزيمبي مزيمبي اه لكن هي الانجل بير لا شفت رجع الاجابي والنابي تاني يا برجاوي الجول ده انت بتحاول تعدي من قبل الثامنطاشر وعندك عزيمة رايح ابص شوف لا هتنى من الاول يا برجاوي معلش هتنى من الاول ايوه بصك بتعليه بتعدي منين بص علي نفسي من تلت الملعب ومعاديين حوالي خمس انفار معاك انا سبت شكرا رايح انا وقفت وبعد يروح تجاري مرة واحدة وما بتكروا ان انا واقف قال لي اللعيب لما عنده عزيمة وعاوز يأمل حاجة عشان تكسب فرقة زي دي اه محتاج المخط اه دي حقيقة دي حقيقة انما ما متضرش عليهم في قوة وفي السرعة دي فدل بتاعت الدلويش ده ماتش اول مباراة تعريبة بتاعت كينيا اه الاسماعيلي ده كان في ملعب الزمالك الاسماعيلي جرماهيا كيني كابتن ميمي درويش الله رحمه اه رحمة الله علي ده جرماهيا كيني جرماهيا كيني اه انا كنت هترك في المطش ده كنت زالت جواني كابتن علي بعد ما دخلت الناشئين امتى قالوا لك انت هتلعب في فريق الاول والله قالوا لي قالوا لي مرة هتلعب كان عندنا مطش المحلة اه وكان في زميل ليه رحمة الله علي كابتن كان محمد حفني اه هو اقوى مني واسرع امم فروحت البيئة وانت هتلعب جيت على ان حلا عدمتش المحلة الاسماعيلي والمحلة فريق اول كان سنك سبعتاشر سبعتاشر يعني سمنطق بك يعني لما قالوا لك انت هتضم الفريق الاول اللي فيه كابتن شاحتة والكابتن العربي والكابتن ريضا ونجوم وعبد السطار نجوم عفا ان انا بقول سقه ويوسري طربوش والعربي ومعاطي كان احساسك كان عندك هيبا انت هتلعب فوست الناس كنت مبسوط مبسوط لا كنت مبسوط محورتش لا 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 كنت مبسوط كان عندنا مدرب كابتن مصطفى كوفاتش مدرب ما جريد كان في الستناس كان فيه حاجة جميلة اتعملت برضو الشباب يعني اعتقد اريتم جلال اريتم رحمة الله عليه ان هو جاب اتناشر اتناشر مدرب اجنبي للفرق المصري للاثناشر نادي مصري كان دور اتناشر في الدور الممتاز اتناشر فجاب اتناشر مدرب اجنبي مدارس مختلفة اتوزعوا على الاثناشر نادي يعني طنطا كان فيها فريدز كان كوكيزا في بورصعيد او في السويس كان فانبلر في الزمالك ماتيكالو كان في الترسانة الاهلي كان اعتقد فيه بروشتش يعني حاجة كانت جميلة مدارس مختلفة اه هي كانت تبس المدارسة بتميل للاوروبا الشرقية يعني كنت بتجيب من بس في الوقت الحائل في الوقت اللي هو كان فيها في الوقت اللي هم جاب فيها مدربين دول كانت اوروبا الشرقية مكسرة دنيا مكسرة دنيا بالضبط فجاء مدارس مختلفة ودي كانت متعة ان انت بتشوف مدربين منها ان انت بتعلم بتعلم المدربين بتوعك واخد بيشتعروا معهم مساعدين يشتغلوا هنا بتعلمهم وفي نفس الوقت بترفع من اللعب المصري بترتقي بأداء اللعب المصري نعم لانه برضو بيبقى عنده رؤية مختلفة وبالطبق وبالضبط بالضبط توظيف المدرب الأجنبي عنده حتة توظيف دي غير المدرب ما احترامنا المدربين المصريين فيه مدربين لا لا فيه مدربين اللوقت المدربين بقى أحسن يعني النهاردة مدربين مصريين بقى على مستوى عالي حقيقي ليه لانه الدنيا اتغيرت نعم علم التدريب زاد العوامل المساعدة كلها زادت والمبارات كلها اللي موجودة على مستوى العالم دي كلها كله بتفرج عليها بالضبط شوف ماتشات لايف أوروبا بيسافر دراسات بره لا المدرب النهاردة المصري يعني صراحة كفاءة عالية يعني مش بشتغل على نفسهم لا بشتغلوا على نفسهم ترجمة نانسي قنقر